والآن مشاهدينا إلى فقرة الرياضة يلي منستهلة بنتائج مباريات يوم أمس من كأس العالم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات إذن المشاهدين من مباريات يوم أمس التي كانت إقصائية وشهدنا صعود لإنجلترا والسنغال وهولندا وأيضا الولايات المتحدة بمقابل إقصاء قطر الدولة المضيفة وأيضا إقصاء للإكوادور التي قدمت أداء لافتا وإقصاء لإيران التي كانت على واشكة تأهل وإقصاء لويلز التي قدمت مستوى مقبولا في هذا المونديال والآن إلى مباريات اليوم في مونديال كأس العالم ضمن الجولة الثالثة حيث ستشهد العديد من المباريات القوية والمرتقبة للفرق العربية تحديدا التي لم تخرج قطر فقط خرجت حتى الآن ما زالت تونس لديها آمال قليلة لكن ستواجه فرنسا بداية عند الساعة السادسة في نفس الوقت ستلعب وفي نفس المجموعة أستراليا ستلعب مع الدنمارك لكن عند الساعة العاشرة سنرى منتخب السعودية وماذا يستطيع أن يقدم للتأهل إلى الدور القادم عندما يواجه المكسيك أيضا الأرجنتين ستواجه بولندا في موقع نارية من الفرق العربية أيضا كان هناك فرحة عربية عارمة داخل قطر وخارجها بعد تمكن المنتخبات العربية من تحقيق مفاجآت في بطولة كأس العالم بدأتها السعودية ثم المغرب مع ترقب لما ستفعله المنتخبات العربية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات المزيد في المادة التالية ترجمة نانسي قنقر مغربية عربية 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 ع اشتركوا في القناة الفرق العربية في المشاركات السابقة من المونديا لم تحقق هذه الإنجازات الكبيرة باستثناء ما فعلته الجزائر عندما واجهت ألمانيا في مونديا 2014 وكانت منافسة نارية لكن الآن الفرق العربية كيف تمكنت من تحقيق هذه الإنجازات بكأس العالم؟ وأتحدث هنا عن المغرب التي فازت على بلجيكا الثانية في التصنيف العالمي والسعودية التي فازت على الأرجنطين الأولى في التصنيف العالمي وبوجود ليونيل ميسي بصراحة يعني كما لك شأن ما في المنتخبات هذا المنتخبات عربية والمنتخبات العالمية مستويات جدا متقارئة اليابان عملت مفاجأة مع ألمانيا أنا بصراحة توقعت أنه السعودية حتتعمل شيء من بعد مديال الروسيا شوفنا شغل الاتحال السعودي شتغل يعني عمل شغل بطير هنا عينوا شخص مناسب المكان المناسب جابوا مدرب عالمي ويقع الكريم في مناده ومتابع يعني إلى عمله يعني أخذ بطولات أفريقية يعني عمل صورات ودولات في البيئة أفريقية مع مفارين مثل زامبيا بلاجوني أخذ مع قوتوكوار في 2015 بطولة أفريقية مع اللي يتابع على الكأس العالم في 2015 وشاف المنتخب المغربي كان بمجموعة نارية كان مع إسبانيا والبرتوغال وشاف المباريات تحديدة شاف المنتخب المغربي يعني 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 قد بطيب للباريات ولكن بس بلدة التوفيق والخص السيئ يعني خزقهم الطريق وهالهرب من أرض يعني مدرب راهع المتاز وطاعة للسعودية كان الشيء بهالفو لبس كالي كانت انفاجأة أن أفراد بتاع الأرجنتين ما توقع في مدرجة يفوزوا على الأرجنتين شاف مباريات الأرجنتين السعودية يعني ما بتحس أن السعودية عبت لعبوا مع يعني تحس أن كان يدعش لعب بدعش لعب يعني طريقين تساويين يعني ما تحس أن أمت أعبوا بي ضد نجوب الآن سيد عبدالعزيز يبدو أن المغرب هي الأوفر حظا من ضمن المنتخبات العربية حققت أربع نقاط على رصيد عربي في مونديا القطر لديها مواجهة ربما تعتبر أقل صعوبة مع كندا السعودية لديها مواجهة أقل صعوبة أيضا مع المكسيك لضمان بطاقتين التأهل لهذين المنتخبين أيضا تونس لديها حظوظ وإن كانت حظوظ صعبة جدا أمام فرنسا لكن إلى أي حد ترى أن المنتخبات العربية يمكن أن تذهب فيها ببطولة كأس العالم؟ بالنسبة للمغرب المغرب يعني أنا شايف في مغرب يمكن أن تفصل أبعد المغرب يعني لعبت المغرب كلهم لعبة بأقوال أندي في أوروبا يعني فيه المساعدة الأشرف حكيمة في باريسان جرميل في تراكلاك في شبيليا في باريليونت في حكيمة كاش في تشيلسي يعني بأقوال أندي وشبناهم يعني لعبوا مع أقوى المتخبات اللي هي كرواتيا وشبنا جدا نراك بس كمان يعني أنه مستويات جدا متقاربة يعني كندا الحرية معدة شي تخسرها بس أنه كمان أنه المغرب يعني أعلى أنه حتكون بالدور القادم وممكن تروح لعيب البطولة السعودية قدامي مكسيك مكسيك منتخب جدا قوي وأنا بحط يعني فرنسين يعني أنه يعني حتى المجموعة الحسابات فيها مخاطبة يعني حتى ممكن قولة أجداد الأرجنتين نعم وبكل الأحوال البعض يرشح المغربي أن تصل إلى أدوار قصائية أكثر في حالة أهلة اليابان أو كوستاريكا لأن ثاني المجموعة ستكون المغرب أو ربما أول المجموعة إذا صارت أول مجموعة ستلعب مع فرق مثل اليابان أو كوستاريكا ربما تكون طريقها أسهل حتى ما بعد الدور الثاني ثمن النهائي شكرا لك سيد عبد العزيز الشانن الناشط الرياضي كنت معنا من إسطنبول شكرا لك